في اليوم الذي يصدر فيه خامناء الأمر بتعامل الجيش مع المتظاهرين فلن يكون لهم مكان في البلاد تصريحات لقائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرس حيدري بدى الرجل خلالها وكأنه يتحدث عن عدو خارجي مسلح بأعتى الأسلحة وليس متظاهرين عزل لا يملكون سوى حناجرهم الهاتفة بسقوط الدكتاتور القائد العسكري الإيراني حاول نفي ما يشاع عن تململ في صفوف الجيش بسبب سياسية النظام فذهب إلى القول إن عدم تدخل الجيش حتى الآن لفضل التظاهرات يجب أن لا يساء تفسيره وأن ما وصفه بالمجتمع الثوري لم يتدخل حتى الآن وهو ينتظر قرارا من خامنائه يحدث ذلك بينما على الجانب الآخر تتسع رقعة الاحتجاجات يوما بعد يوم منذ مقتل الشاب مهس أميني في أيلول الماضي على أيدي قوات شرطة الأخلاق بل إن أصحاب المحال التجارية وعمال النفط دخلوا على خط الأزمة فأعلنوا الإضراب دعما للمتظاهرين ضد السلطات واحتجاجا على سياسات النظام التي لم تجلب للإيرانيين سوى مزيد من ارتفاع نسب الفقر والبطالة نحو أربعين منصة نفطية في إيران توقفت عن العمل بسبب إضراب العاملين فيها تضامنا مع المتظاهرين في مواجهة آلة القمع الأمني واحتجاجا على ترد الظروف المعيشية وفشل السياسات الحكومية في الوقت الذي يستمر فيه خروج المسيرات في تهران وأصفهان وكرمنشاه وكرج ومدن أخرى عديدة حيث يردد المتظاهرون هتافات مناهضة للنظام الإيراني ومنادية بالموت لخامنئي الذي يصفه المتظاهرون بالدكتاتور كرة النار إذن تواصل تدحرجها في المدن الإيرانية ويزداد حجمها وخطرها على النظام كلما تدحرجت وكلما حاول النظام وقفها بأساليبه القمعية ازدادت اشتعالا الأمر الذي يتراكم بمضي الوقت ليجد نظام طهران نفسه محاصرا بنار أشعلها بيده وربما لن يستطيع إخمادها